اشتركوا في القناة بعد زوال اول امس ثلاثا حز واثلات كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع الاكبر مختص في تقديم الوجبات الخفيفة ببرشيد وجاء الضبط هذه الكمية في سياق الجولة اليومية التي تقوم بها رئيسة الملحقة اليدارية الرابعة بالمدينة على رأس لجنة المحلية مختلطا لمراقبة لثمان والأصار وجودة المواد للسهلاكية وحالة التموين وهي الحملة التي شملت مجموعة من المحلات المختصة في تقديم الوجبات الخفيفة وعددا من المخابز بتراب الملحقة اليدارية الرابعة حيث تم تسجيل مجموعة من المخالفات ببدع المخابز العصرية المعروفة بالمدينة من خلال عملية التحضير والبيع في ظروف غير سليمة الأمر الذي جعل اللجنة تقوم بتحرير محاضر في حق المخالفين للسروط الصحية كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء